يبكي يقول بقي يعقوب عليه السلام بعض المفسرين قال أربعين سنة أعمى شيخ كبير يبكي في الليل والنهار ثم سجد ليلة من الليالي وهو في السجود يبكي أعمى شيخ كبير فقد ولديه ومحزون ومهمون حتى يقول وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم كان يبكي أبو بكر إذا قرى بيه في صلاة الفجر فيبكي الناس وعمر إذا وصل بعده متوى الخلافة يصلي بهم قال كل عمر يقراه فإذا وصل إلى قول يعرفون الناس أن عمر إذا وصل إلى هذا المقطع وقف وبكى وبكى الناس إنما أشه بثي وحزني إلى الله يقول في السجود يقول يا ربي أما ترحم ضعفي أما ترحم شيبتي أما ترحم كبر سني أما ترحم ذلتي أما ترحم فكري قال فأوحى الله إليه في ليلة وهو نبي مكلم قال يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان يوسف ميتاً لا حيت لك ثم جته البسرة في اليوم الثاني قال لا تئس من روح الله لا أتيس ترى الفرجاتي هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر أتيس أم ترى فرجاً فإن الله والقدر إنما العسر يسرى إنما العسر يسرى دعي المقادير تجري فيها عنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين غنظة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي العظيم الواحد هو الله المالك هو الله الصمد هو الله القهار القدير الغني الله وحده لا ينفذ أمر في الدنيا إلا نفذ في السماء يقول واحد شعبي شاعر لا تشتكي يا واحد إن بات مهموم ترى الفرج عندك سراب الحزام اشتداد الحزام وإن كان عينك خالفت لذة النوم أنت اهتنام وخالقك ما ينامي سجن شاعر في العهد العباسي عهد المامون فقام يصلي ركعتين في السحر ثم قالوا عند الباب يلتفت وينوظف السماء يدعو عسى فرج يكون عسى نعلل نفسنا بعسى فلا تجزع إذا حصلت هم من يقطع النفس فأقرب ما يكون المرء من فرج ففتح الباب فتح الحارس الباب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا والله يأتيك الفرج مثل لمح لكن اصبر احتسب كفارة إعانة واصل انتظر لا تيأس من روح الله روح الله فرج الله نصر الله توفق الله قرب الله حفظ الله رحمة الله لا تيأس لا تعترف باليأس واصل واصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر